موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن عودة الرئيس عبد المجيد تبون إلى الجزائر أفادتني مصادر لم نعهد منها الكذب أو الخوض في أمور غير صحيحة أن الرئيس عبد المجيد تبون سيعود هذا اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 إلى الجزائر بعد رحلة دامت نحو شهرين من العلاج في الخارج حيث أنه بناء على المعلومات التي قدمتها رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد المجيد تبون غادر الجزائر في 28 أكتوبر 2020 نحو ألمانيا وقالت حينها السلطات أن ذلك من أجل إجراء فحوصات معمقة بعدما سبقت وقالت في 24 أكتوبر 2020 أن الرئيس عبد المجيد تبون داخل في حجر صحي طوعي بعدما تبين إصابة إطارات في الرئاسة والحكومة بكوفيد 19 ولو في 27 أكتوبر 2020 أفادت الرئاسة بأنه تم نقله إلى مستشفعين النعجة بناء على توصية من الأطباء وأنه يمارس مهامه بصفة عادية حيث أكدنا حينها من خلال تقييم استخباراتي حصري تحصلنا عليه أن الرئيس عبد المجيد تبون تم نقله إلى ألمانيا في وضع صحي سيء وأن إصابته بالكوفيد كانت قبل تلك التواريخ التي قدمتها رئاسة الجمهورية وحيث أنه لم يظهر الرئيس إيس منذ استقباله لوزير الخارجية الفرنسي في 15 أكتوبر 2020 منذ ذلك الحين لم يظهر إلى غاية 13 ديسمبر 2020 عندما ظهر في الفيديو الذي أثار الكثير من الجدل وألقى فيه بعض الخطاب وتم نشره على حساب الرئيس في تويتر والفيسبوك منذ ذلك الحين ومنذ 13 أكتوبر لم يظهر أيضا الرئيس إلى غاية اليوم حيث وصلتنا أخبار كما ذكرنا أن الرئيس سيعود هذا اليوم كيف سيعود الرئيس وكيف سيظهر لا نملك أي معلومات ترى هل الرئيس سيستقبل رسميا في المطار وتقام له استقبالات رسمية أعتقد بأن هذا الذي قيل بأنه من الممكن أن يحدث ولكن هذه الجهات لم تجزم بشيء لكنها أكدت أن الرئيس سيعود اليوم إلى أرض الوطن وسيقوم بتوقيع قانون المالية الذي لم يبقى أمامه إلا يومين وأعتقد بأن هذا هو الأرجح بغض النظر عما قيل وما تم تداوله أن الرئاسة الجمهورية على مدار أو منذ مرض الرئيس وهي تمارس في التعتيم والتظليل إلى الطريقة البتفلقية مما أثار الكثير من اللغة في ظل عالم مفتوح على كل الاحتمالات الممكنة وغير الممكنة نعم الرئيس كان في وضع صحي سيء وجهات رسمية ناقشت كل الاحتمالات بل ناقشت حتى مرحلة ما بعد الرئيس حدثت خلافات على مستوى أعلى هرم السلطة تجلى ذلك بوضوح حتى بالطريقة التي ظهر فيها الرئيس حيث ظهر بطريقة لم تكن متوقعة ولا هي طليق برئيس غاب عن شعبه نحو الشهرين والرئيس في ذلك الخطاب أكد بنفسه أنه تم نقله على جناح السرعة إلى الخارج وذكر أنه نحو شهرين مما يؤكد صحة المعلومات التي قدمناها للجزائريين وليست المعلومات التي قدمتها الرئاسة وللأسف الشديد على طريقة لا تليق إلا بالذباب الإلكتروني وليس بدولة في مقام الجزائري كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين وخدت إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصاب لي من وباء كورونا الآن الساعة 11.20 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 حيث نقوم بتسجيل هذه الحلقة والتي سنبثها بعد تحميلها وتركيبها نؤكد على أن هذه هي المعلومات التي وصلتنا ننتظر لاحقا كيف سيظهر الرئيس حتى نتحدث عن المرحلة القادمة وما يجب أن يكون في ظل ما عرفته الدولة الجزائرية وما عرفه المسار من انقلاب صار واضحا ومن ردة صارت مكشوفة ومفضوحة ومن تحولات على وعود أطلقها القيد صالح وباسم المؤسسة العسكرية وليس باسمه الشخصي في مرحلة معينة كل المعطيات الآن تتحدث عن شيء آخر وتؤكد على أن العصابة عادت بقوة وهو الذي أكدها خالد نزار عمليا بعودته إلى الجزائر ترى هل سيستقبل الرئيس في المطار من طرف الحكومة من طرف قيادات من طرف شنغريحة شنغريحة الذي بدوره غاب منذ آخر ظهور له في 16 ديسمبر 2020 عندما قام بزيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة الألبسة ولوازم النوم بالناحية العسكرية الأولى منذ ذلك الحين لم يظهر قلت من قبل أن عدم ظهور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هو الطبيعي غير الطبيعي هو أنه يظهر يوميا بخطبات وجولات ولذلك بأنه لما ألف الجزائريون وألف الإعلام والمحللون ألفوا أن قائد الأركان ورئيس الأركان الجيش الوطني شعبي دائما ظهور صار غيابه يثير الكثير من التساؤلات هناك من تحدث بأنه في رحلة علاج إلى سويسرا هناك من تحدث بأنه في زيارة إلى الرئيس هناك من تحدث بأنه غياب طبيعي ربما أخذ إجازة أو شيء من هذا القبيل لا يوجد أي شيء مؤكد لدينا على الأقل حتى نجزم بسبب غيابه ننتظر عودة الرئيس ولقائه بالإطارات والمسؤولين إن ماذا سيحدث البعض سيقول بأنك أنور مالك وهناك من يروج أن أنور مالك قلت الرئيس مات هذا كذب لم أقل يوما أن الرئيس مات قلت بأنه تم نقله في وضع صحي سيء وعندما استفاق من الغيبوبة كنت من أوائل الذين نشروا خبر استفاقته من الغيبوبة وقلت بأن الرئيس وضعه ليس على ما يرام مفتوح على كل الاحتمالات وهناك في تلك المرحلة أو أعتقد في 8 نوفمبر في 8 نوفمبر 2020 هناك من قال بأن الرئيس سيرجع خلال ساعاته كذب قلت بأن هذا مستبعد وهو الذي حدث بالفعل لا تزايد علينا بالإدعاءات التي لا تسمن ولا تغري منجوع حدفها فقط استغلال فضاءات التواصل الاجتماعي في محاولات لضرب مستقية الناس وطبعا الدوائر التي تقوم بهذا الفعل نعرفها وسيأتي اليوم الذي نفضحها فيه هذا ما أردت قوله إخواني الكرام في هذه المداخلة ننتظر ظهور الرئيس عبد المجيد تبون وعودته فعليا وحينها لدينا ما سنقوله للرئيس وعن المرحلة القادمة والمرحلة التي مضت والتحولات التي عرفتها الجزائر وعرفها خصوصا المسار الذي بدأ في 22 فيفري 2019 وعرف الكثير من الهزات والمطبات وعرف ردة وانقلابات لا يمكن وصفها سنتحدث عنها في حينها إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة